اشتركوا في القناة 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 واكبوني واعونوني مزيان تعقوا فيها دعموني ماديا ومعنويا واقترحوا علي الناس تكونوا علي ديهم باش يخدموا معايا الفرحة ذات تكملات من اللي اختيما لك اللي كانت كتعاني من التوحود استفدت من خدمات مركز تكفل بالاشخاص في ودعية اعاقة وهو اللي تحسن من اللي كانت بزاف تعلمات تعتمد على نفسها واليوم فرحنا بيها ودمجناها في مدرسة عمومية اما اخويا شعيب اكتشفنا الموهبة اللي عنده في الموسيقى فوس الاحدادية على يد المبادرة الوطنية لتنمية البشرية اللي كانت مدعم النوادي المدرسية اخويا شعيب كان متفوق في الدراسة دياله هو خاكه ورونا ماحبش القراية واستفد من دروس تعليم عن بعد تقوة شخصيته وترسخه في قيم المواطنة والسلوك المدني عادش كله بفضل المبادرة اللي كتشجع الابتكار والارتقاء بالحيس المدني ديال تلامد خياء من دي ما وانا بغى نعاونه وكانت هادي هي الفرصة اقترحت عليه المركز تقافي تبوس كورا باش يسقل الموهبة جاله في الموسيقى بديت كانت هنى ونرتاح حلم واستقباله ومن بعد ما اخديت ديبلوم جالي في مجال طبخوا الحلويات وجهني مركز الفرصة التانية لمنصة الشباب اللي اقترحوا علي خدمة مع واحد من المستفيدين اللي عونوا في إنشاء مقاولة اسمي توعبد الحاميد وهو مموين حفلات تما فين تعرفت على هاجر مني شفتها كل شي فيت زعزع حسيت بحلها طح الحك وصابقتها بدأت معي الخدمة وكتشفت الكفاءة ديالها وقيمها وحتى اخلاقها ما فكرتش بزاف مشيت لورشة صناعة وصياغة الحليد ديالين دياش وخديت واحد الخاتم ومفصل على صبيعاتها ونويت الحلال السراحة من أول نهار تلاقينا عرفت ولد الناس وباغي يوصل وخدمت معها بالنية حتى لوحد النهار فاجأني وتلبي ديال ربي ما خيبنيش درنا اليد في اليد ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ربي سهل في كل شي في ورشة الخياطة والطرز هاجر لبسات أحسن مكين وفي ورشة الحلاقة وتجميل تزينات وتقدات وفي البرزة قلسات كان عقلة من نهار بديت حياتي والندياش معاوناني من فترة الحمل حتى نهار اللي ولدت فيه هاجر ما كنتش هزلهم حيث مركز صحة الأم والطفل اعتانى بها ورافقها ليا أم ولداتي ولدي آدام زاد الفرحة في عويناتي من روض الأطفال حتى اللي ابتدائي في مدارس مدحمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم تبدلت حياتنا الأحسن من هار عرفنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلتنا ندروا مشروع ديالنا ونفرح بولداتنا اليوم الحمد لله قدرنا نحققه منجازات مهمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم النواسط ومع هاد الورش الملاكي اللي يجعل العنصر البشري في صلب الاهتمامات دياله قدرنا نوفره جهيزات متنوعة للقرب اللي كتقدم خدمات كتلبي حاجيات جميع الفئات العمرية أطفال شباب ومسنين وكتحترم مقاربة النوم وكتستاجب المتطلبات اللي كتهم المواطني دوي الاحتياجات الخاصة اليوم وحنا كنحتفل جميعا بالذكرى السبعطاش لانطلاق هاد المبادرة الإنسانية النبيلة كنفتخروا بحصيلة مشرفة كتكرس كل نهار القيم السامية لها التجربة الاجتماعية والبشرية الرائدة وفي هاد الاطار وكحصيلة رقمية للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية قدمنا 188 مشروع بتكلفة إجمالية كتفوق 144 مليون درهم واللي سهمت فيه المبادرة الوطنية بما يناهز 61 مليون درهم مع أن البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين التخل والإدماج الاقتصادي للشباب بلغ عدد المشاريع فيه في هاد المرحلة الثالثة بمبلغ إجمالي كيفوق 35 مليون درهم سهمت فيه المبادرة الوطنية بـ 23 مليون درهم طموحاتنا مازال كبيرة وإن شاء الله غنوصلوا العمل كاملين ليد في ليد من أجل تنمية بشرية مدمجة ومندمجة بإقليم النواصر كل عام وأنت أحلى مبادرة وطنية للتنمية البشرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر